أولاً قبل أيام قرأت كتاب للسيد محمد حسن الكشميري وهو خطيب نجفي معروف يبلغ من عمر حوالي 70 سنة الآن يقيم في قوم حالياً وعنده مجموعة كتب حول العلماء حول تاريخ العلماء وتاريخ المرجعية وعلاقاته وذكرياته وأكثر شيء مذكراته مع المراجع يقول هذا السيد في كتابه بين قوسين يقول أنه سأل الخوئي عن حكم حلق اللحية هل اللحية واجب واحد يحطها وإذا حلقها يعتبر فاسق مثلاً أو مقترف شيء محرم أو لا فيقول السيد الخوئي كان في أبحاثه يعني يقول بعدم حرمة حلق اللحية واصل لهذه النتيجة ولما سأل السيد الكشميري سأل الخوئي لماذا لا يؤلم ذلك؟ قال خوف من الخطيب الفلاني يسمى هو يعني أن يهرج عليه هذا يقلب الدنيا عليه إذا أنا قلت هالكلام فلذلك ما كان يعبر والله أعلم هذا ما يقوله السيد محمد حسن الكشمير وإحنا عدنا أنت تشوفون يعني عدنا بدع وعدنا خرافات وأساطير منتشرة وعدنا عادات سيئة باسم الشعار الحسينية أحياناً من التطبير إلى المشي على الجمر والنار والزجاج والتطيين وما أدرى شونه شوفون علماء معظم علماء ساكتين ما يتكلمون حول هذه ما يبدون آراءهم ليش؟ لأنه سابقاً سيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه قبل حوالي مئة سنة استنكر هذه الأفعال عندما بدأت في العراق وكتب ومجموعة من علماء أيضاً كتبوا في تحريمها فقام الضجة عليهم ضجة كبرى وأسقطوا من المرجعية وحوربوا فالألماء كثيراً ما لا يصرحون خوفاً من غضب العامة فهل يجرأ أحدهم اليوم على التصريح وإيقاف تلك البدع مثلاً؟ فكيف تريدون من المرجع أن يصرح بكل ما يعتقد؟ ما يمكن لأنه المرجعية والاجتهاد شيئان ليس شيء واحد في عدنى شيء اسمه اجتهاد واحد يذهب يدرس ويحصل بمعلومات ويكتشف أشياء مثلاً هذا حلال، هذا حرام، هذا صحيح، هذا خطأ يكتشف أشياء أثناء دراسته هذا يسموه عالم اجتهد فوصل إلى بعض النقاط يمكن يعبر عن ما وصل إليه أو لا يعبر وهناك شيء آخر اسمه المرجعية المرجعية غير الاجتهاد والألم وكل الأمور هذه المرجعية هي زعامة هي سياسة هي زعامة ومالية زعامة مالية أيضاً حصل الفلوس مراهب ملايين تجي أو مليارات وبالتالي زعامة سياسية فمشهور بالحوزة أنا أذكر يعني أنه الألماء في بداية حياتهم يعني يصلون إلى كثير من الأمور ويعملون أو يعملون أن في المستقبل أن يغيروا بعض الأشياء ولكن عندما يسلكوا الطريقة المرجعية يبدأون شوية شوية ينسحبون من أهدافهم ومشاريعهم وخططهم لأن المرجعية سياسة يعني زعامة فيها علاقات وفيها حسابات وفيها أشياء كثيرة وفيها علاقات مع الناس فهذا ما يمكن أن يستمر المرجع على أفكاره وعلى أهم وكل ما يريد يقول كلام راح يصير لرد فعل في المجتمع وبالتالي راح ينعكس على مرجعيته وما راح يصير مرجع وحتى مثلا يقال عن السيد الخوي نفسه أنه في بداية حياته كان يدرس تفسير قرآن وبالحوزة عموما ما كان موجود درس تفسير قرآن وكان هو أبحاثة لطيفة وعميقة وحلوة وإجاب بعض الأنصار أو الأصحاب قالوا له إذا أنت تريد درس تفسير الدرس قرآن فلن تصبح مرجعا أترك هذا الدرس روح اهتم بالفقه والأصول حتى تصير مرجع وعالم كبير فسيد أفسر يعني جزء واحد سورة الفاتحة وجزء من البقرة وثم توقف توقف لأن هذا كان يضر مرجعيته ولو كان مستمر حقيقة في تفسير القرآن يمكن أن يعطينا تفسير جدا جيد مع الأسف هذا ما صار بالحوزة كما تعرفون في مسألة المرجعية مسألة الألم كل واحد حر هو يروح ينكب على الكتب ويبحث ويدرس ويتوصل إلى مسائل معينة بس المرجعية فيها زعامة كما قلت وهناك مراجع عديدون أو مرشحون المرجعية أو طامحون للمرجعية هؤلاء فيهم تنافس لا شك يعني ليسوا ملائكة يوجد تنافس ويوجد شراء ويوجد حروب داخل الحوزة مخفية وصامتة لا أحد يعرف بها إلا أن يكون في داخل الحوزة فرح يستغلون أي نقطة من أحاديثة أو من كلامة أو كذا يجون يهرجون عليها ويسقطوا فلو قالك قولا يعني غريبا أو جديدا أو في مسألة معينة فرح مثل ما موضوع حلق اللحية يصير تهريج فتسقط مرجعيته وإلا لواحد ما نفكر بالمرجعية هو عالم في بيته أو في مدرسته مثلا ويقول ما يصل إليه يعبر عن آرائه لا يخشى أنه الناس يقلدوا إلا ما يقلدوا ويصير مرجع إلا ما يصير مرجع وتجي فلوس إلا ما تجي فلوس هذا يكون جريء ما يحط المرجعية في رأسه بس وقت اللي يحط المرجعية برأسه رح يفكر بشكل آخر حساباتها تختلف وفي بداية الستينات كان عندنا مرش شحين بارزين رئيسيين المرجعية سيد محسن الحكيم وسيد عبدالله شيرازي هذا ليس بين المرجعين نفسهم بين أتباعهم لأن المرجعية في حواشي حواشي وأبناء وأصهار وأحفاد وجماعات أخرى محيطة به يردون يسووا مرجع كبير ويضربون المراجع الآخرين إلا نحن ما نقول المراجع نفسهم إن شاء الله يكونون في قمة التقوى والورا وما رد ننال من أحد ولكن هذا شيء موجود بالحوزة فالتنين كانوا ناس متقين ورعين سيد عبدالله شيرازي ومو طامحين ممكن المرجعية ولكن الجهاز المرجعي فجماعة سيد عبدالله شيرازي كما ينقل سيد حسن كشميري أيضا في كتابه يقول جماعة سيد حسن سيد عبدالله شيرازي بحثوا في مستمسك العرور ورزقة كتاب الفقه للسيد الحكيم ووجدوا فيه 25 مسألة قالوا أنها تشابه فتاوى الوهابية فنشروا فيه منشور أن هذا السيد الحكيم مشابه يعني يوافق الوهابية والوهابية تعرفون عند الشيعة أكبر تهم عليهم فقام جماعة سيد الحكيم لإسقاط السيد عبدالله شيرازي قالوا هذا أعمى والأعمى ما يجو استقليده وطلعوا بعض الروايات وبعض الفتاوى وبعض الكده أنه هذا ما يجو استقليده لأنه أعمى فصارت فيه معركة هذه أيضا شوفوا عن أشياء هامشية جدا وأشياء بسيطة جدا هناك فيه حرب لأنه فيه استقلاء في المرجعية في الزعامة هذه الكتلة أو هذه الكتلة هذا الجهاز وهذا الجهاز هذا الحزب وذاك الحزب داخل هذا والناس ما يعرفون ما يسمعون بس تجري بيناتهم عندنا سيد محمد الحسين فضل الله هذا قريب مبعيد هذا قال أنا مرجع أنا مشتهد وأنا مرجع في التسعينات بعد وفاة السيد الخوي فالمنافسون الآخرون هنا وهناك شوفوا يعني مو كل تقوى وراء وخلاص صدقوني يا أخوان فيه ناس مخلصين وراءين بس الناس يعني مو ملائكة يعني احنا خاصة الشيعة ينظرون إلى صحابة رسول الله على أنهم مو كلهم جيدين فيهم جيدين وفيهم مو جيدين فيهم ناس بحثين عن الزعامة والسلطة والمال هذا نظرة الشيعة إلى الصحابة يقول ليسوا كلهم أدور طيب كل واحد لبس أمامه وحط لحية وقال أنا درست كم كتاب مصددت مرجع يعني صار هذا ملائكة طبعا مملائكة تبقى فيه أهواء وفيه شهواءات وفيه مصالح مادية وفيه مصالح سياسية وفيه زعامات وفيه كل شيء ففيه داخل الحوزة عندما سيد محمد الحسين فضل الله وهو كان يعتبر المرشد العام لحزب الله للمقاومة الإسلامية في التسعينات في الثمانينات والتسعينات فبحثوا أنه كيف يصير هذا مرجع ومرجع مو من النجف جالس في بيروت والأموال الخليجة تروح إلى ومن كل مكان أيضا فبدأوا يفتشون عن ملفاته أنه بعض الفتاوى اللي ما عجبتهم مثلا أو أنه موضوع ظلع الزهراء شلون هذا يقول أنا أشكك وما أقلي ما يتحمل أنه عمر يجي يضرب الزهراء ويسقط جنينها وتدعليها هذه الرواية ما تخشب عقلي بس هاي الكلمة أخذوها وما نفعها بقوة قال ما تخشب عقلي ما أقدر أقدر أستوعبها فأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها الضال المظل الفاسق بعشوية كفروا يفتوم بقاتل أيضا والآن محارب حتى بالنجف محارب من مرجيات النجف محارب فينا واحد طالب بالحوزة يقول أنا مثلا أقلد السيد محمد الحسين فاطل الله أو أنا أدرس حتى في مدن أخرى في قرى إذا شافوا فرد طالب أو فرد شيخ مثلا يدرس القرآن أنت من مدرسة سيد فاطل الله لا هذا اقطعوا عننا راتب وتردوك هناك حرب الحرب لا تزال مستمرة على السيد محمد الحسين فاطل الله لأنه قال كذا وكذا وراح هو المرجع سوات صار إلى عشر سنين تقريبا ميد ومع ذلك ما خلصان من أدنى ففي حرب بين المراجع فأي كلمة أي كلا يجي يقول لك المرجع مثلا لو وصل إلى وأنا أعرف بعض المراجع فعلا نواسطين لهاي النقطة لسأني السيد الأخوي ما أعرفه شخصيا يعني مرة واحدة شعب في حياتي يعني ما شعف البحث يثبت أو ينفي في هذا الموضوع يجي يبحث يوصل ويقول كلام خطير هذا يقضي على كل مرجعيته علمه ما يروح بس مرجعيته تروح المشكلة لعدنا مو العلم علم ومرجعية فالمرجعية إن شأنها أن تحافظ لا كل ما يعلم يقال هذا شعارهم مرفوع دائما لا كل ما يعلم يقال تكتمون العلم إذن أنتم وصلين إلى علوم ويكتموها فـ ترجمة نانسي قنقر